بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة النهاردة ان شاء الله هعمل لكم ايس كريم المنجا بطريقتين احلى من بعض واسهل من بعض رخيص جدا جدا هيكون موفر معنا قوي ومضمون 100% واحلى كمان 100 مرة من اللي احنا بنجيبه من بره علشان ندي ولدنا الفاكهة بطريقة صحية وما نحرمهمش ولا نمنعهم من اي حاجة ان شاء الله اول طريقة معايا هي هتكون ايس كريم المنجا بالحليب وزي ما تعودنا مع بعض بحاول ان انا اجيب لكم الطرق البسيطة السهلة اللي مكوناتها مش صعبة وموجودة في كل بيت حتى ادواتها كمان متكونش صعبة علشان كده احنا هنعمله في الخلاط في خطوة واحدة بس مش هنتعب خالص ان شاء الله وهنلاقي ان الطريقة بسيطة جدا في الخلاط وبالترتيب هنبدأ ان احنا نحط ربع كباية مية مغلية هنحط معلقة صغيرة فانيليا سيلة او مغلفين من الفانيليا البودر هنحط كباية لربع من السكر وهنحط كباية من الحليب البودر اي نوع متوفر عندنا ونشغل الخلاط لحد ما نتأكد ان السكر داب تماما وبقى متجانس جدا مع الحليب البودر وبقى كريمي زي ما احنا شايفينه وبعد كده تيجي الخطوة التانية اللي هي خطوة ان احنا هنحط عليه المنجا وهنا ممكن ان انت تستخدمي اي نوع منجا متوفر عندك ده 500 جرام من المنجا الصافي مش مضاف عليها اي حاجة ولا مية ولا سكر ولا اي حاجة منجا صافي ولو لاحزتي ان المنجا فيها الياف اعمليها على مصفى عشان تتخلصي من المشكلة دي لان طبعا الايز كريم احسن حاجة فيه انه يكون ناعم وسلس معنا وما فيهوش اي فايبرز او الياف تدايقنا هيكون كويس جدا معايا ومناسب كمية المنجا اللي هي نص كيلو منجا صافي مع كبية الحليب اللي انا عملتها ونبدأ ان احنا نحطهم الاتنين على بعض ونبدأ في الخلط وهنا طبعا الخلط لازم يكون كويس جدا جدا كل ما اللون معايا يفتح كده ويوصل لقوام هتشوفيه معايا يكون ناعم وكريمي يبقى كده احنا وصلنا للايز كريم اللي احنا عايزينه ومن وقت للتاني بافضل اجيب من تحت الفوق علشان اتأكد ان المنجا امتزجت معايا كويس جدا بالحليب اللي انا عملته والخطوة اللي انا عملتها في الاول دي هتعوضني عن الحليب المكسف المحلة اللي بيبقى في معظم الايز كريمات وكلنا بنستصعبه ونقول لسه هنجيب حليب مكسف محلة وهو تمن غالي لا لو عملت الخطوة دي هتعمليها خطوة واحدة في الخلط وهيكون مش مكلف بالنسبالك جدا وان شاء الله هتحسي ان النتيجة واحدة ما فيهاش اي فرق زي ما احنا شايفين القوام بقى معايا ازاي شبه الايز كريم لما يسيح فاحنا هنا بنكون خلصنا وصلنا النتيجة اللي احنا عايزينها هنبدأ نفضيف اي حاجة احنا عايزينها في اكواب مستقلة كل واحد كوب لوحده زي ما هنشوف مع بعض في النوع التاني اللي هنعمله من الايز كريم او ممكن ان احنا نفضيف علبة ونبدأ ان احنا ناخده مع علاقة الايز كريم ده شيء طبعا راجع لنا اللي انتي تفضلي اعمليه كان عندي شوية من الشوكلة شابس في التلاجة فقلت ان انا اعمل شكل كويس للمنجا وبرضو على فكرة قدتني تأثير كويس في الايز كريم فببدأ ان انا اوزعه كده بشكل عشوائي وبشيلها في الفريزر لمدة حوالي 6 ساعات او 5 ساعات على حسب الفريزر بتاعنا طالما تجمدت ببدأ ان انا طلعها وان انا اقدمها لكن يستحسن ما تعمليش زي ما انا عملت دلوقتي انا عملت طلعتها وهي جمدة تماما وحاولت وقد صعب علي ان هي تطلع قوي لاني سبتها من بالليل للصبح فتجمدت جدا ممكن ان انتي تسبيها 5 دقايق وبعدين تبدأي ان انتي تقدميها عشان تطلع معاك بسهولة بمعلاقة الايز كريم او ممكن ان انتي تقليب العلبة وتبدأي تقطعيها زي شرايح التقديم ده طبعا شيء يرجع لزوء كل واحد فينا والرغبتنا وبكده يكون عملنا اول نوع معانا هو نوع الايز كريم بالحليب والنوع التاني من ايز كريم المانجا اللي هعمله معاكم النهاردة اسهل كمان من النوع الاولاني ومش هيعتمد غير على مكون واحد بس وهو المانجا وكمان ناتيكتو حلوة جدا وهيحسسنا برضو انه ايز كريم زي بتاع الشارع بالزبط ويمكن احلى كمان وسحي جدا جدا هنحتاج مانجا صافي حوالي 300 جرام او كبايتين كبار او نص كيلو زي ما احنا عايزين وهحط معاهم حوالي 3 مكعبات من التلج ولو التلج مش هيمشي معانا في الخلط كويس ممكن ان احنا نجرشه او نحط بلاله ربع كباية من المية المتلجة على المانجا الموجودة عندنا ويستحسن ان احنا نسقع المانجا شوية قبل ما نشتغل بيها هنا هتديني نتيجة رائعة جدا او التلج هنا دوره ان هيخليلي المانجا تبقى عاملة معايا زي الكريمة وزي الايس كريم اللي بره مش هنفرق عنه تماما هتدي نتيجة حلوة جدا اسهل واحسن بكتير من اننا نفضل ندرب في الخلاط وقت طويل علشان نوصل لنتيجة اللي احنا عايزينها ببدأ ان انا اجيب معايا اوالب تلجي الاستيك دي اللي هي بتبقى بتتباع متوفرة ورخصة جدا ولو مش موجودة بجيب اي كبيات عندي صلحة ان هي تدخل الفريزر كبيات بلاستيكية او الكبيات اللي بتستخدم لمرة واحدة زي اللي احنا شايفينها معانا دلوقتي وعصيات الاستيك كمان بتتباع او لو مش بتتباع لما الولاد الصغيرين بيأكلوا الايس كريم بياخد العصيات دي وبخسلها وبنشفها كويس جدا وببدأ ان انا استخدمها لمرة تانية كمان وببدأ ان انا اغطي بفويل واعمل فتحات بالسكين عشان ابدأ ان انا احط عصيات الاستيك وبعدها بدخل على الفريزر برضو مدة من 6 ساعات 7 ساعات او من بالليل للصبح بيكون بعدها الايس كريم معايا جاهز وببدأ ان انا احاول ان انا اطلعوا من الاوالب بتاعة الايس كريم او من الكبايات اللي انا حطوهم فيها وده بيكون ازاي عن طريق ان انا بعرض ضهر الكباية من تحت او الاوالب من تحت للمية من الحنفية مباشرة انا هتفك معايا بمنتهى السهولة او ممكن ان احنا نجيب طبق ونحط فيه مية ونحطها فيه لمدة ثواني او دقيقة وتبدأ ان هي تطلع معايا برضو بسهولة زي ما انتو شايفين وبكده نكون عملنا احلى نوعين من ايس كريم المنجا في البيت بمنتهى السهولة بدون مواد حفظة ومضمون مية في المية صحي جدا اللي حابب يستخدم النوع اللي بالحليب هو برضو هيكون اصح من اللي في بره بكتير وطعمه لذيذ جدا جدا اتمنى ان انتو تجربوه واللي حابب من غير سكر ومن غير اي اضافات يعمل الطريقة التانية كمان نتيجتها رائعة جدا جدا وصحية جدا اتمنى ان انتو تجربوا الايس كريم وتقولولي رأيكم بشكركم جدا جدا لحسن مطابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته